بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبقى دائما مع هاد السلسلة التوجيهية اللي ادرتها لكم بمناسبة هاد الرغبة العارمة اللي كان عند الشباب انه يهاجر هاد الحلم العجيب اللي كان عنده لديه الهجرة كان كثير من الشباب اللي تيقول لي انا ما بقيتش بغي نقرأ انا ما ادي منذير بالقراية انا القراية ما عدا باش تفيدني انا 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 فارا ارى المعرفة دائما مفيدة معرفة دائما مفيدة يعني ممكن تاخد قرار من بعد ما تاخد الكاتريام ديالك او تاخد الباك ديالك انك توجه انك تشتغل بهذاك الديبلوم وما تكملش قرائتك ممكن وارد هذا انك تكون يعني واعي باش نبغي تدير لكن باش يجي من دابة من دابة انت اصلا ما مستعد حتى تكمل الكاتر يا من لا ده خطأ كبير ده خطأ كبير لان هذه مرحلة اساسية في حياتكم مرحلة اساسية خصيق التعلم خصيق التعلم هذه كلمة عارفة الاولية اللي كانت تاخدها يعني في الابتدائي اراك كتاكدها في الاعدادي يعني ما رأى ذاك شي اللي اخدتي في الاعدادي من المفروض اللي اخدتي في الابتدائي اه من اللي كتاكد تاخد شهادة دروس الابتدائية فانت كتكون من المفروض انك خرجتين من الامية مبقيتش امي ولكن الى خرجتين مباشرة تلسق الشغل مبقيتش كتتعامل مع الدراسة غادي ترجع للامية يتسمى الارتداد للامية اذا اه مع من اللي كتاكد في السلك الاعدادي انت كتبت المعلومات ديالك وكتبت المعارف ديالك اللي تلقيتها في الابتدائي وكتلقى معلومات جديدة ومعارف جديدة اللي غا تقويها من بعد في في الليسي يعني في السلك تانا والتأهيلي ثم من بعد اذا بغيت تكمل قريتك في الجامعة فهلا كذلك اه اه اذا الانسان اه يعني الى كتاكد تبقى تشتغل هنا او الى كتاكد يتبشي على برا او لا اي حاجة فراه عندها حMatt BAGAGE يعني خصي يكون عندك واحدة المكتسبات معرفية يكون مخقامر فيه شي حاجة لان كيلا ما عارف ش تاريخك ما عارف ش مع عارف ش تاريخ مع عارف ش تاريخ مع عارف ش تربيع المواطنة مع عارف ش هاي الليه المبادئ الاولية في فعلم الحياة во l ears مع عارف ش هاي الليه المبادئ الاولية ديال الفيزياء اه يعنى التقيقى مع عارف ش تكتب مع عارف ش تقيق لا عارف ش تقرع مع عارف ش تكتب مع عارف ش تقر R Good Om Liberty حياتك مشى تهباء لان هاد الفترة هذي دي اللي كدوزوها في الدراسة خاصتكم تستثمروها احسن استثمار يعني خاصت جميع ديك المعارف اللي كتلقوات تاخدوها بشكل جدي تاخدوها بشكل جدي خاصتكم توعاو باهمية هاد المرحلة اللي انتوما فيها من اللي كتتفوت عليكم معو التاني باش تعاوضوا ترجعو ماشي سهل ماشي سهل خاصتان اللي مشيتو في شي مصار مهني اللي كتت ياخد لكم مقتكم كامل را ما غاديش تقدر تعاوض ترجع مع انه الحمد لله احنا النظام التعليمي ديالنا كيساعد يعني الراغبين فانه يسترجعوا يعني انهم يعود يقرأوا ويسترجعوا المعارف ديالهم كيساعد يعني لانه مثلا عندنا الاسلاك الاشهادية هي كلها ممكن انك تولجها عن طريق الاحرار بمعنى انك تقرأ يعني في الدار اما يعني بالمساعدة ديال يعني الدروس اللي كتكون في يوتيوب يعني او انك تقرأ راسك وتقرأ الراسك وتراجع الراسك وتقدم الامتيحان اللي كيدوزوه الرسميين كتدوزوه انتك حر يعني بلما تقرأ في المؤسسة كتدوز امتيحان اظن ان انا قدر ندرلكم فيديو على الاحرار نقرأ كينا شهادة الابتداء احرار كينا متاحة وكينا شهادة الاعدادي احرار وكينا حتى البكالوريا احرار شهادة الاعدادي احرار كنلاحظو ان الكتير من رؤساء الجامعات كيديروالي انه اذا كان امي وما كانش عنده الاحرار ما تسمحوش لي بالرئاسة موضوع اخر اذا كيف ما اسميتو عليه كنا نتكلمو في اطار الكل يحلم بالهجرة كنا نتكلمو على انك باش تهاجر تكلمنا على اننا نخطى المستقبل ديانا قياك ده اللي عنده التوجيه الاكاديمي المعرفي اللي يسهل عليه اللي ما عندوش هدك التوجيه عندو بغايمش بشكل مهاني ايضا اللي يسهل عليه اه اذا الهجرة قانونية ممكنة ممكنة وخاصة الاصحاب المهن خاصة الاصحاب المهن يعني خاصة يضبط لغة اجنابية وبقي صغير يعني شو اقلب على شيء انشان دياليوتيوب وتبع مع الاستاذ التي قدم سواء اللغة الانجليزية اللغة الفرنسية اللغة الاسبانية اه الانسان يركز على اللغة الانجليزية ولا يقدر يعني اللغة الالمانية احتهي علاش اللغة الاسبانية تايم زيانة اللغة الاسبانية لقدر سيضبطها شيء جيد غير هو يعني كنلاحظوا ان الاسبان في حداتهم يعني المواطني الاسبان تعاني ومن بيطالق وهو مع بانفسهم تهاجروا البلدان اوروبية اخرى مثل الالمانية اذا يعني الاسبانية يعني مهم الى كانت عندكم رغبة فانكم تتقرروا الاسبانية فهذا جيد ولكن يعني من الافضل الاجليزية والالمانية السوق الالمانية لاحتاج بزاف العمالة لاحتاج بزاف العمالة وقدروا فيزا خاصة بالبحث عن عامل فيزا بحث عن عامل اذا كيفما قلنا شاهدنا هاد السلك للتخصص لا تحقروش تخصص كان يتحقر تخصص لانه تديره مباشرة سامورة السادس لكن صديق سيكون عندك ديبلوم الي اخلي بعد ما قلتي oggi اشتغلت في هذا المجال المجال بدugh اما问 ما نعمل في شركة او شخص مع بسيط Long الا اني اشتغلت في شركة الشركة لا تحتاج الوريقات ولا تتحقaph والاصلات مجلسات او لم يتم في شركة او لم يتم مجتمة حنيتك التي انت تجول في شركة تشد الخدامة من عند الناس في هذه الحالة يجب أن تدير مقاول ذاتي مرتبط بهذا المهنة بالضبط لأنها تمكنك من أنه كتبرير وتخلص الضرائب ديالك لكي تبرر تجربة المهنية عندك ديبلوم عندك تجربة المهنية و ستزيد عليها شهادة في اللغة ضروري شهادة في اللغة إذن دوسي ديالك كامل و كنا مجموعة ديال الدول اللي ممكن تدفع ليهم والله يسهل على الجامع يعني ممكن أنك تهاجر بشكل قانوني و إذا ما هاجرت يشرا عندك حرفة عندك مهنة رك خدام في بلادك إذن تكلمنا على المجال ديال التخصص إذن التخصص كيدوزولي الناس انطلاقا من السنة الساديسة باكالوريا و كذلك الإنسان اللي ما متوفقش في السنة السابعة مثلا الإعدادي لاتوفقش فيها إذن ممكن تدفع التخصص كذلك لما توفقش في السنة السابعة اللي التي ما هاجرت الت 구�ersمت Mach of Account إذن �当然 تدفع اختلف ديال أقع بتأيدي مهني تدفع اقدر الدبلوم و هو مهنة اللي قاموا في تقمي و هو ايضا ديبلوم اه يناد علاج العمل تحتاج جود إذن تأهيل تكون ابتداء من السنة الثالثة إعدادية لا تعرف ما يجب أن تكون ناجحة فيها ولا حتى التي تسقط فيها أو ما بإمكانهم يدروا التأهيل المهني المهم أيضا تأهيل المهني في مجموعة المهن يعني اللي جيدة يعني مطلوبة في السوق الدولية مطلوبة في السوق الدولية كهرباء الإنشاءات كهرباء الإنشاءات يعني تقريبا هي أفونسية شوية على كهرباء لبيناء اللي هنا زيدة شوية على كهرباء البيناء وتقريبا نفس الشي حتى زيادة كهرباء البيناء التي يخد ديبلوم ديل تخصص ممكن يدير التأهيل لكن حتى التخصص ممكن يخدم به مباشرة ثم كان كهرباء الصيانة الصناعية كرباء الصيانة الصناعية يتعاملون مع المانتونونس اندستريال هو مجال مهم كان ميكانيكي ضابط آلة الخياطة يعني ميكانيكي متخصص آلة دي الخياطة عامل مؤهل في الفصالة والخياطة عندما هنالسا هدروع المهارات دي الفصالة والخياطة يعني أنك تكون خياط وأنك تفصل الخياطات وتخيط حتى هذه مهنة مطلوبة بالرغم من أنه حاليا مع المكنانة ديال نتلقى وأنه وزينات يعني كي هذا الطالب على هذه المهنة هذه قليل يعني ماشي عامل في المطعمة هذه دبا مهنة من أهم المهن عامل في المطعمة إذن هذه مهنة مهمة مهنة مهمة في إطار يعني السياحة في إطار الأنشطة السياحية إذن عندك ديبلوم في عامل في المطعمة إذن ممكن تشتغل في فناديق سياحية مصنفة حتى فندق سياحي مصنف ممكنش يخدم أي واحد خاصة شي واحد عنده ديبلوم دونك مالي يكون عندك ديبلوم في التأهيل المهني عامل في المطعمة دونك راشي حاجة جيدة يعني شي حاجة مهمة دونك ممكن تشتغل في القطع السياحي سواء في المغرب أو خارج المغرب طبيعة الحالي اللي قدرت تاخد تشريبة مهنية في المغرب وإحنا يعدنا الفناديق في المغرب الحمد لله ضغط مع هاتشي ديالكورونا يعني النشاط السياحي أقل سأل الله تعالى يفرج علينا هاد الوباء هذا إذن هذه مهنة مهنة مهمة عامل في المطعمة أيضا مهنة كنا عندنا عامل طوابق عامل طوابق هي أيضا مهنة يعني عامل طوابق مرتبطة بالسنسور يعني بالسنسور ما عرفش هي بالطبط صيانة السنسور يعني كتعرفوا ده أن العمارات العمارات من اللي تنهضروا على عمارة من 20 طابقه الفوق فالدروج يعني تيولي عداب ما تبقى الدروج صلحي اللوالو دونك كل شي كيشتغل عن طريق السنسور السنسور ممكن يخسر دونك هاد عامل طوابق يعني تيكون متخصص في هذا شي ديال السنسور يعني المصاعد هاي كالي سباغة السيارات أو كيف ما كنقول عليه بالدريجة طولوري إذن تهييم هنا مهنة مهمة تهييم هنا مهمة كتسباغة الهياكل بشكل عام دونك مشي غير الهياكل دي السيارات ممكن هيكل دي السيارات شاحنات هيكل معدني أي هيكل معدني ممكن تسبغه وهدي مهنة مطلوبة هذه مهنة مطلوبة حينت عملية السيباغة يعني كنسباغ سباغ لكي سباغ الحيوط ولكن سيباغة الهياكل المعدنية شيء آخر بحديتها عندنا تقنيات خاصة مشي السيباغة العادية ديال يعني الحيوط إذن هذه مهنة مهمة كين مصلح مركبات السيارات مصلح مركبات السيارات يعني ميكانيسيان يعني تصلح الأعطاب اللي ممكن يكونوا في السيارة سواء في المحرك أو في الفراميل أو في غيرها يعني مصلح مركبات السيارات إذن هذا ديبلوم تأهيلي إذن ما نحقرواش ديبلوم تأهيلي الناس قدروا يهاجروا به الناس مشاهول كندا بديبلوم تأهيلي الناس مشاهول ألمانيا بديبلوم ديالتأهيل وكذلك تخصص ولكن يجب عليك اللغة في اللغة على الأقل A1 أو A2 وكذلك أيضا هنا عامل مؤهل في المجالات الخضراء يعني بستاني عامل مؤهل في المجالات الخضراء بمعنى بستاني يعني جارديني أيضا مهنة مطلوبة جدا مطلوبة جدا في السوق الدولي مطلوبة يعني كالتعامل مع النباتات وكتتعامل مع المساحات الخضراء يعني دونك هي مهنة جمالية استيتيك يعني كتقاد دونك مهنة ايضا مطلوبة مشغل الالات في الصناعات الغذائية النجارة صناعة الاتات ايضا مهنة مطلوبة عامل مؤهل في نجارة الاليمنيوم والخشب كيف ما قلنا نجارة الاليمنيوم تاهية كتكين تخصص ديال نجارة الاليمنيوم وهنايا يعني ممكن اصحاب تخصص كدروا التأهيل ثم في صالات الجلد صيانة واصلاح اهات الجلد تركيب الاحدية عامل متعدد الكفاءات هذه مهنة مهمتها هي ميكانيك متعدد الكفاءات بمعنى انك تتكون ميكانيكي ما تخدمت غير مع السيارات ولا ميكانيك ديال السيارات وينما تحدير لها ميكانيك ديال اي آلة ميكانيكية تقدر تدير لها السيانة ديالها وهذه ايضا مهنة مهمة ومطلوبة ميكانيكي عامل متعدد الكفاءات كذلك لدينا عامل متعدد الكفاءات في التركيب المهني هذه أيضا مهنة مهمة التركيب المهني وهي تطور نجارة المعدينية إذا هنا تتطور المهارة المعرفية بالنسبة المتخصص في النجارة المعدينية بالنسبة لديه تخصص في النجارة المعدينية يعني كيقدر يدير تأهيل في يعني كيفما قلنا عامل متعدد الكفاءات في التركيب المهني وهذه مهنة مهمة وهذه مهنة مهمة هاد عامل متعدد في الكفاءات في التركيب المهني ممكن يبني لنا مثلا ممكن يبني لنا دار بالحديد لأنه فيه السودور وفيه النجارة وفيه كل شي ذوك ممكن بالحديد يدير لنا هيكل معديني فهمتوا كيفاش يعني ممكن يصيب لنا دار ولا بناية بالحديد بالحديد دكو بالحديد أو بالفولاد أو بالفوند يعني هما تيدرسوا تعرفوا أنواع أنواع المواد المعدينية اللي ممكن يشتغلوا عليها وكيفاش يلحموها يعني كل كل أنواع المعادن ماشي بحال بحال إذن هذه مهنة مهمة هذه مهنة مهمة ومطلوبة في السوق السوق الدولي يعني مطلوبة في السوق الدولي لحام دولي متعدد الطرائق لحام دولي يعني سدور انترنسيونال متعدد الطرائق هذه أيضا مهنة مهمة ومهمة جدا لأن هنا هذا الحام سدور اللي ذكرناها قبل عام المتعدد الكفاءة في التركيب المعديني تاوات يدير سدور تاوات يدير سدور يعني كي سودي ترى يعني باش يدير واحد المجسم معديني نقرأ تاوات يخصي سودي ذاك شي ولكن هاد الحام دولي متعدد الطرائق يعني را كيت تعلم مهارات كيفاش يسودي تحت المق نغمال مهمل الفرود يعني ما عشوش فعلا كيدر واتش لم كيدر وش ولكن يعني كيت تعلم كيفاش يسودي تحت المق وهذه مهارة مهمة ومهمة جدا يعني مهارات متعددة كيشوف هاد الحام هاد الحام الدولي وحتى هي مهنة مطلوبة على الصعيد الدولي ونادرة ونادرة ثم عدنا عامل في الصيانة هندسة التكييف ها اذا عدنا ذاك الشي ديال التكييف التكييف يعني اجهزة ديال الكليمة الكليمة يعني الكليمة الكليمة دا بول التي حاجة مهمة وهذه مهنة مطلوبة جدا دولة بحل كندا متنان هذه تشتغل بالتكييف لما داروش التكييف غادي تجمده غادي تجمده دونك عامل في صيانة هندسة التكييف مطلوب جدا في مجموعة ديال البلدان ايضا في البلدان ديال الخليج مثلا عامل التكييف تهي مهم لانا لما داروش التكييف في البيوت ديالهم البيوت ديالهم غا تولي بحل جهنم دونك فتكييف هنا ايضا تيلعب دور مهم كذلك لدينا مركب ورائب الات التبريد اذا هذا متخصص في الات التبريد يعني تلاجات تلاجات او تصيبهم يعني من المفروض ان لديه التأهيل مهني في هذا المجال هذا من المفروض ان يقدر يصيبهم ماشي عنه غير يصيبهم طب يتحال يصيبهم لكن ممكن يصيبهم لان ايضا التبريد في نهاية المطاف رأي عبارة عن محرك وعن واحد ليس باس معزول صاف يدي آلة التبريد ستوق واحد ليس باس معزول وكين هذا المحرك الذي يشفط الحرارة من الفضاء المعزول صاف يدي آلة التبريد لك يعني هدا الذي يكون عنده التأهيل المهني في هذا المجال هذا ممكن هو ويصيب على التبريد وفي الواقع يصيبوها مثلا كتشوفو آمبوشخي مثلا يعني جزار جزار بعض المرات هذك اللي كتشوفوها القدام رأتي كيجي معلم كيصيبها كيصيبها لي تشري موطور وتشري هذك المعدات ديال العزل الحراري وتصيبها لك ما تشري شوة اللاجعة كيحط وإنما كيجيب معلم تصيب لي تلاجعة آمبوشخي ثم أخيرا كين عامل مؤهل في الإلكتروميكانيك يعني عامل مؤهل في الإلكتروميكانيك تعيام هنا مهمة وخال الأهمية ديالها بدأت تتنقص نظرا لأنه الإلكتروميكانيك إذا هذا يقدر يصيب تلفازات يقدر يصيب الراديوهات يقدر يصيب الأجهزة يعني الإلكترونية أيضا مثلا الغسالة تيارة فيها سيركويت إلكتروميكانيك يقدر يصيب لكن في الواقع الأهمية ديالها أصبحت أقليلة نظرا لأنه الآن ولت الأجهزة غرجو طابل كتشري جهاز بتمن رخيص كيخسر لك تلوح وكتعود إذا هذا العامل ممكن أنه يشتغل في بيع الأجهزة المستعمالة ممكن ياخد هذه الأجهزة التي يخسرها وتلحوها من الناس ليأخذهم ويصلاحهم ويعود فيهم البيع يعني ممكن كذلك مثلا التجارة البيع الشراء إذا كل عامل متخصص من هذه الأشياء إلا وراء تقدر يبدأ يزاول المهنة لأنه يبيع هذه المنتجات المنتجات التي تصيب هذه المهنة ويمكن يصيب هم ويبدأ يبيعهم في السوق اللي محتاج لهم اللي مهم في هذا هذا وأنه متوج بديبلوم تتكون عندك دبلوم وتي خصك تشتغل على الأقل عام وعامين على الأقل عامين عامين كتشتغلها وتضبط لغة عندك دبلوم دي المهنة مرتبط بمهنة عندك تجربة ميهنية دي العامين على الأقل عندك لغة عندك تتجربة المهنية ديالك يعني يخص يكون عندك دوسي كامل اللي تقدر تمشي اللي بغيت يدير الهجرة تمشي بكرامة ما هاد هاد شي اللي كنشوفو فيه ولا كل شي كيقلب على يعني على فلوك فين يمشي باش يهرب كل شي كيقلب على شي صمصار باش يحرق باش يحرقوا عادرها العبت هادا واللي نا كنعيشو في يعني أطفال صغار تاوما تفكرو كيفاش يحرقو ويعني وكتلقى الفيديوهات اللي كتهضر على شي ديال الهجرة عشرات الالف ديال المشاهدات غريب غريب وعجيب هذا لالإنسان يعني عندك فرصة ديال انك تقرأ خاصة للك تباقي صغير عندك فرصة ديال انك تقرأ مجانا تقريبا بالنسبة التكويل يعني تخلص شي واجبات بسيطة ما عابش 400 درهم ولا وقيل في السنق في السنق باشي شي حاجة كتيرة اني الانسان يشوف المؤسسة اللي قريبة ليه ويشوف التخصص اللي ممكن ياخذ فيه ديبلوم ويتوكل على الله يقرأ ويخدم يكون عنده ديبلوم تجربة مهنية لغة بإمكانك تهاجر بكرامة وحنا ما تنهضر على عندك مستوى عالي وعندك الجامعة وعندك اللغ غير تكوي المهاني غير تكوي المهاني ممكن انك تدير به دوسي ديال الهجرة وتهاجر بكل كرامة وبكل هذا يعني بلا ما تحتاج لهذا الانسان اللي تيمشي البرة هو ما عنده ويلو ما تعرف ويلو ما نجح فويلو شنو غيمشي يدير تمك شنو غيمشي يدير يعني غريب يعني كي تظن وانا هد برة هدي زي ما يعني تيفرقوا الفلوس العباد الله هكاك را ما كينش تشي را ما كينش نقول انسان تمشي تسرق ولا تدير شي جريمة تيمشي الحبس مباشرة يعني تشي لي كين الانسان يفكر بعقله يفكر بالمنطق مادام السن ديالوك تيمكنك مادام السن ديالوك تيمكنك من انك تدير شي مهنة من هذ المهن فهذه فرصة ما تزقلهاش فرصة ما تزقلهاش وطبعا لك تقدر انك تدير الباك وتدير الجامعة فلم لا يعني ما يغرركم شي تشي لك نشوف هدى بادي تحديد سن من عرف شنا وفي 30 سنة ما يغرركم شي دائما الى قدر تحصل على اجازة وتحصل على ديبلومات اكتر فرع تكون عندك فرص اخرى وفرص اكبر يعني ما يكون ش التوجود ديالنا قاصر على واحد الحاجة واحدة يعني كنا اشياء كثيرة الحمد الله اه دانك نشكركم على التتبع ديالكم اه ونبقى في يعني الحصة الجاية ان شاء الله نحاول نهضر لكم على يعني اما غد نتكلم على يعني الشواهد اللي هي كتكون لبر بشكل حر اه او لا نهضروا على البكالوريا المهنية مهم خليوا لي في التعليقات شنو الحاجة اللي تبغيني نهضر عليها في اطار هد السلسلة ديال التوجيهات اذا شكرا لحسنية تتبع وإلى لقاء آخر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة